قال الملاك للقديسة مريم العذراء الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله هذه واحدة من الكلمات المهمة جدا و نشوف أن الروح القدس بيلعب دور مهم جدا في ميلاد الرب يسوع المسيح الروح القدس بيلعب دور في الميلاد العذراوي الروح القدس يحل عليك و أيضا الروح القدس أوحى مثلا لسمعان أنه رح يرى خلاص الرب و نشوف أيضا أن الروح القدس كان يوحي و يلهم أفكار كثيرة حول الميلاد لكن الفكرة الثانية العاوز أركز عليها و قوة العلي تظللك أنا حاليا موجود في دير رهبات ماريوسف في منطقة أبو غوش الاسم القديم الكتابي كريات يعريم في هذا المكان مثل ما شايفين الكنيسي بنيت في الموقع وين كان موجود بيت أبي نداب اللي كان موجود على مرتفعة على أكمة و تبوت العهد تبوت عهد الرب كان موجود في هذا المكان في بيته لمدة عشرين سنة و مكتوب أنه الرب بارك بيت أبي نداب طبعا هذا بيتكلم عن حضور الله لما الله تكلم مع موسى على جبل سيناء في سفر الخروج إصحاح خمس وعشرين أن يبني له خيمة أو مسكن و في هذا المسكن كان في مكان يسمى قدس الأقداس و في قدس الأقداس كان في شيء اسمه تبوت العهد و فوق التبوت كان في ملكان يظللان و كان طبعا حضور الله يتواصل و يتكلم و يتعامل من خلال هذا المكان رئيس الكهني كان يدخل مرة واحدة في السنة حتى يكفر عن خطيطه و خطايا كل الشعب فعندما قال الملاك للقديسة مريم و قوة العلي تظللك نتذكر الكاروبان الملكان اللي كانوا فوق غطاء الرحمة تبوت العهد في قدس الأقداس كانوا طبعا بيرمزوا لحضور الله و طبعا حضور الله كان مع الشعب إسرائيل في البرية عندما دشنت الخيمة في سفر الخروج إصحاح أربعين حضور الله كان واضح في تلك الأيام حضور الله كان واضح من خلال سحابة المجد اللي كانت بتقود الشعب و هكذا خيمة الاجتماع التي كانت في الجلجال و أيضا في أرض شلو حتى في الهيكل لما بني الهيكل و دشن مجد الرب حل في هيكل سليمان هذا المجد بيتكلم عن حضور الله الكامل هذا الحضور أحبائي في فترة زمنية فقدوا الشعب بعد ما انكسروا مع الفلسطينيين و أخذ تبوت العهد و زال المجد من إسرائيل لكن عندما جاء سليمان و دشن الهيكل مجد الرب رجع لكن مجد الله كان بشكل يعني من فترة لفترة من مكان إلى مكان تعاملات الله لكن في العهد الجديد يقول البشير يحن و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة و حقا هذا المجد حل في وسطنا فالملاك جاء و بشر القديسة مريم العذراء الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك لأن هذه معجزة إلهية فالله اختار مريم أن تكون حاملة حاملة الإله الإنسان في رحمها القدوس ابن العلي كما قال الملاك للقديسة مريم فبطن مريم أصبح قدس أقداس حضور الله و ولد الطفل يسوع و ولد يسوع من أحشاء مريم اللي هو مخلص كل العالم و هذا كله تم بقوة الروح القدس حبيت بس أتكلم عن هذه المعلومة لأنه مجد الله كان موجود في هذا المكان لكن مجد الله بحل في كل شخص بيقبل الرب يسوع و بسلم حياته ليسوع المسيح حتى تحصل مش بس على الحياة الأبدية لكن تتمتع بحضور الله الدائم الكامل المستمر في حياتك اليوم ترجمة نانسي قنقر